السلام عليكم جميعا انا شرين وكان امتحاني يوم عشرة عشرة انا اسفة طبعا ان اتأخرت في تنزيل الفيديوزات بس فعلا انا كنت تعبانة والناس كلها اللي عملة تبعتلي على البرائبت وتقول لي الفيديوزات يا ميس الفيديوزات يا ميس وحسسوني ان انا مش عايزة اقولي الفيديوزات وقلت اقسمت بالله يا جماعنا تعبانة ومغمى علي مرتين الناس تقول لي خلاص يعني يا ميس انت لسه مخفتيش لسه تعبانة فعلا انا تعبانة والله العظيم كنت تعبانة وبرد واقمى علي كمان هناك وانا بامتحن وكان الوقت تغيديع مني بس ربنا كريم فيا جماع بالله عليكم الراعي شعور بعض لان كلنا بنبقى مضغطين وكلنا بنبقى من المتحن فبناش نضغط على بعض مش الفيديوز اللي انت مصر عليه ان انت تسمعه حالا هو اللي هيجيلك بكرة في الامتحان وانت مثلا الناس اللي كانت بتضغط عليها الناس دي اصلا لسه ما صنفتش الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد طبعا والله انا كنت طالبة النجاح بس ربنا اداني فوق النجاح بزيادة الف حمد والف شكر انا اول حاجة الصور ربنا اراداني بالصور بصراحة كانت الصور جميلة جدا اا كانت اول صورة عندي خمسة في خمسة واخترتها لاترال كان جاي لي صورة القاب اللي هو في مية خمسة وسبعين وكان في بلد واخترت مية خمسة وسبعين مل اللي هي ملي لتر كان جاي لي صورة الدراع المفروض اللي هي المفروض تبقى اكستين انا اخترتها عشان مكانش موجودة كان جايلي صورة لبس الشراب كان جايلي لصورة لبس الشراب وكان جايلي لغاية لبسه وطبعا احنا عارفين الطريقة اللي هو وبعدين كان جايبلي صورة لبسه كان ربنا كرمني اربعة تراثة اتنين واحد الترسيب كان بتاحة يعني كان سهل معي الحمد لله كان جايلي صورة برضو جميلة عوي صورة آآ اللي هي بس كان جايلي اللي هي فيها وكان جايلي صورة اللي هو من الدرجة الاولى وما كانش فيها بقى وكان فيها فوققية والكلام اللي كان عمالي يتقل ده ولو دققته في الصورة والكلام ده مفيش هان هو كمان بيبقى جايب السؤال مكتوب وموضح ان كان في الحرق وكان الحرق ده واخد الابدرما وكان بيقول ان الدرما والتشو ما كان شو متضرررين فهتبقى الفرست دي جري جايلي سؤال برضو ان فيه قطع في الفور آآ اخترت ارتبار طول اللي هو زي ما كان موجود في حسن الختام جايلي وضع اللي زاتومي ما كانش فيه طبعا دورس آآ دورسة اللي اختارت سيمز كان جايلي سؤال الحزام بيبقى فيه مسافة وبين بينه وبين الجسم قد ايه انا مكنتش مهتمية بالسؤال ده ومكنتش اعرفه بصراحة واللي قال عليه مسترحمة سعيد طبعا ربنا يا راضي يا رب هو اللي لفت نظري للسؤال ده اللي هو خمسة سنتي وكان فعلا موجود خمسة سنتي واختارتها كان جايلي فيه قط في الفينجر آآ انا هعمل ايه هعمل بريجر آآ اندر البريكيال ولا هعمل بريجر اباف البريكيال ولا تيل اللي هو هندس ولا هعمل دايركت بريجر انا بصراحة اخترت دايركت بريجر جايلي سؤال بيقول ازاي يعلم المريض يقوم من السرير هقول له آآ يعرفني ان هو عاوز المساعدة ولا اقول له خليك في السرير ولا اعلمه ان هو يقوم بسرعة من السرير ولا اقول له يا جاب لي كده اديوكيشن للبيشنت اللي هو آآ اخليه يحط ايده على السرير ويعمل باش باش للامام بصراحة هي دي اللي انا اخترتها حسيت ان هي انسب حاجة ان انا بتديله ان هو تعليم ان ازاي نقوم بالسرير بعد كده حتى من غير المساعدة بتاعتي جايلي السؤال بتاع عينة الانف كان مكتوب كلام كده كتير اوي في الاجابة وبعدين في الاخر دي فقلت خلا هي دي يعني هي دي اللي اخترتها بصراحة طبعا السؤال الشهير اللي هي الام بتغير آآ دايبر لطفلين تمام آآ جايلي السؤال آآ اللي هو عايز اسحب لسبيوكم آآ مرتين جايليها تسعة حرارتها تسعة وتلاتين لمرة حرارتها تسعة وتلاتين جايلي اول مرة آآ ان انا هتبقى كلين موز آآ وز الوطر وتاني مرة آآ اخترت اللي هي ووش موز آآ بايووطر كان كانت دي اجابة ودي اجابة جايلي سؤال اني بلبس مريد آآ شوز سبورت آآ آآ هخسل ايدي بعد كام ثانية كان جايبلي في الاختيارات خمسة خمستاشر خمسة واربعين ستين طبعا اخترت ستين لان الغسير الروتيني آآ من خمسة واربعين لستين ثانية فان اخترت ستين قلت اضمن حل يعني مريد عنده شلل في الجانب اليمين آآ هقول له يمسك الكان فين ماشي آآ وبعد كده جايلي مريد بيستخدم الكان السلسية هقول له ايه بس ما كانش جايبلي انه هي اول مرة آآ وجايبلي مريد آآ عنده كسر في في الحوت هحطه فقاني يعني خانليه فقاني البوزيشن وانا بسحب العين توريورين كان جايبلي الاترال والسيمز والفاولر والسيد وصيد لاين بصراح انا اخترت الفاولر لقيت انسى بحال كان جايبلي السؤال اللي ازاي انا اتخلص من النيدل اللي هو اه دونت كلوز ات آآ اند بوت انزا سعودي فوت درجس كان جايبلي سعودي فوت درجس جايبلي سؤال هحط القف في فين كان جايبلي انزاي بريكيال اتنين ونص سنتي والاباف ابريكيال بخمسة سنتي والا انزاي بريكيال اند قلبي باتنين ونص سنتي دي لان اخترته انه كان جايلي الاستينكروزيس اخترت ديس اوف بون والهيباطايتس في الليفر والانيميا البيت ناشر وكان جايلي البي اي ام مين اللي هي بادي ميسز اندكس وكان جايب لي باع فيها ازاي كان جايب لي بادي ميسز اندكس 8-18-25 ولا بادي ميسز اندكس 32 وكان جايب لي اجابتين كده ملهمش علاقة اساسا بالسؤال فاخترت طبعا اللي هي البادي ميسز اندكس من 18-25 كان جايب لي سؤال الدورة اللي بيستقضن في ولا اخترت طبعا السيركيوليشن اللي هي دورة دموية كان جايلي مريد هلبيس له ايه من البركوشن فكان جايب لي في الاختيارات الى هي الماسك والجوجل والجلافز ولا وكان جايب لي الي هي الماسك وجوجل وجوجل وجلافز وكان جايب لي برضو اللي هي بقى ماسك وجوجل وجوجل وجلافز فانا اخترت طبعا الاستاندر ايه كده كده الاستاندر واحد بس كان مزود في الاستاندر اه الاورهيد فاخترتها كان جايب لي سؤال مين اللي هي اوتوميتد اه اكستيرنال ديفلبوريتور وورك اميدياتلي ولا كان جايب لي برضو نفس التعريف واللي هو هو وورك تو اه تو مينت افتر سي بي ار وكان جايب لي اجابتين تاني فطبعا اخترت اللي هو الاتوميت اكستيرنال ديفربوريتورك اميدياتلي اللي هو بيعمل في الحال كان جايب لي كمان البوزيشن بتاعي الكاست كان بيقول لي aboaf of the heart ولا in the heart ولا بوت ان هارت سيرفز فانا اخترت طبعا اللي هي aboaf of the heart اللي هي اعلى من مستوى القلب كان جايب لي ان المريض مركب كاست وانا عمل له شاور وعنده ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اه فاخترتها بصراح ان انا حطت على الشاور بوتا بلاستيك باج كان جايب لي مريد عنده وهديله ايه كان جايب لي كلير ليكويد ولا بلاند ولا هيلسي دايت ولا بيورد اندفول ليكويد انا بصراحة لقيت انسب حالة اللي هو البيورد اندفول ليكويد وبصراحة مش عارفة صحة ولا لا تسربنا كريم يعني كان جايلي سؤال التمارين بيقول لي الاكسورسايز دايت هعملها بسم الله الرحمن الرحيم 3 مرات كل ساعة ولا هعملها 5 مرات كل شفت ولا 5 مرات كل 24 ساعة انا قلت 3 مرات كل ساعة دي انا هابقى اوبر اوي ان انا هعمله الاكسورسايز دا فبصراحة اخترت خمس مرات كل شفت والله اعلى واعلم هي صحة ولا لا كان جاييني الاسم التاني للهارد اخترت اللي هي المايو كاردياك اه انفركشن اللي هي الامة اي. بصوا انا كان جايلي اه المساعد الصحي بيساعد عشان يمشي من السرير للكرسي. ماذا يجب على المساعد الصحي اللي هو هيحط ايه في رجل المريض? كان جايلي. ان انا حط ملابس ولا 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 انا اخترت دي. اللي هي رابر سولد سليبر اور شوز ان انا حط له حاجة تكون صلبة في رجلو. يعني سليبر ما يكونش بيزحلى. جايلي برضو ان الكلينت عنده شلل في الرايت صايد. ماشي. وكان بيقول لي هحط وسيلة المساعدة فين? الادفايس دي بتاعت وسيلة المساعدة هحطها فين? اه ديفايس. ديفايس وسيلة المساعدة. فكان جايب له اختيارات. بيقول لي هحطها ادزة فوت عند القدم. ولا انزة رايت صايد. احطها في الجانب اليمين. ولا انزة صايد. اف زا بيد. نير زا كلاينت هيد. هند قصدي. هي دي اللي انا اخترتها. لان هنا لو حطتها في الناحية اليمين هو كده كده عنده شلل في اليمين مش هيعمل له حاجة. فانا اخترت ان انا احطها في ناحية الجانب الشمال. اه عند السرير وقريبة تبقى قريبة من ايد المريض. هي دي اللي انا اخترتها. الانزة. انزة ليفت صايد. اوف زا بيد. اه نير زا كلاينت هند. جالي سؤال برضو بيقول لي هاخد عينة تسبيقها من المريض والمريض ده كان بيدخن. هستنى الدقيق على خمستاشر ديئة ولا في نفس الوقت ولا مش هسحبها ولا تاني يوم. انا اخترت اللي هي خمستاشر مينت. جالي برضو بيقول المساعدة الصحي بياخد البلس للكلاينت. بيقول زا نرسئت فينجر فينجر تيب. شوت بي بلايزد زا كلاينت. اطراف صوابعي بتاعتنا هتبقى فين عند عند المريض. كان جايب لي الشيست والقلبو والريست والنيك. طبعا انا اخترت الرست. تمام? فاهميني السؤال ده? بيقول المساعدة الصحي بياخد البلس للكلاينت. بيقول زا نرسئت فينجر تيب. الفنجر تيب اللي هي اطراف الصوابع. شوت بي بلايزد قون زا كلاينت هتبقى فين? عند الشيست ولا القلبو ولا الرست ولا النك? طبعا الرست. جاب لي اسم العينة للمرأة الحامل. in morning, at night, in the evening, ولا اي time, in the day. انا اخترت اللي هي طبعا ان مورنج. جالي وط مين ال هيبر امس dez? اللي هو الترجيح كان جايب لي اكسسف فونجر في ن نوزيا, ا اكسس ديورية اي ااا اا ديجريز Φفي الفونتنج. انا طبعا اخترت اللي هي الاكسسف فونجر عشان هيبر زيادة. زيادة في الترجيع يعني هيبر امس. جالي سؤال كل懌. عارفينه. بيقول عايزا الى المريض. وزنه خمسين كيلو. من السرير الكرسي بوسط البلد. قال لي بقى ايه? بوتزا بلد انزا اه ديافرام طبعا غلط. قال لي بوتزا بلد انزا وست. قلت دي صاح. بعدين بكمل الاجابة. لقيت البيشن والباكل بتقول ايه بتكون فين في الخلف. قلت لأ غلط. قال لي بوتزا لج ميديكال اسست بتوين زا بيشن تلج. احط رجلين المساعد الصحي بين رجلين المريض. قلت غلط برضو. لقيت بقى اخر اجابة. لقيت بوتزا لج بيشن. احط رجلين المريض بتوين ميديكال اسست. اسست روحت هي دي اللي اخترتها بصراع. كان جايب لي سؤال تاني بيقول لي ريبليسانت في انتقر الديبولاريزيشن. كان جايب لي كيو ار اس كومبليكس. والى الكيو ار اس وكلمة كده تاني. فطبعا ان اخترت كيو ار اس كومبليكس. مريض يشتكي للمساعد ان محدش بيجي زوره العشان هو مريض سرطان والكل بعد عنو. التواصل ده هيكون ايه? ازاي ما كنا شايفين ان انا هتواصل معه بالأي وكده. او كان جايب لي في السؤال بيقول لي كومنيكيشن ده بيكون كان بيكون ايه? جايب لي و ESBAR ولا اخترتها ان هو بين الايه? بين المريض كده? والمساعد الصحي ده كده الايه? السيرابيوتيج. قلت السوشيال اللي هو ده هو التواصل اجتماعي بس احنا ما عندناش تواصل اجتماعي احنا عندنا التواصل بين الفريق الطبي والمريض اللي هو السيرابيوتيج كومونيكيشن فاخترت دي السيرابيوتيج كومونيكيشن. جالي بقى مسألة مسألة احنا عارفنا كلها اللي هي عندنا في فضو ميس دعاء اللي هو مدخل الف سبعمائة وخمسين و تلتمائة وخمسين والكلام ده لها تبقى اثنين لتر في الاخر و جيها كده اثنين وجانبها و حرف ال اثنين لتر جالي بقى المسألة الثانية كان جايبلي او اللها ممكن كاتاب لي داخل كدير كده والخارج والاوبوت وكان جايبلي في البغت directorة الطاحت واخترتها الحمد لله مسألة سهلة جدا والتجميع سهلة جدا مع حدا شهاليا يا جماعة شهرمه مالك كلل ما season فان اخترت وكان جايب لي لبول والا بار şekilde فان اخترت جايبلي الممرضة حوله لك comunicar في الاست Huhn انا هاوصف ده بايه? آآ ما اجاب ليش ان هي وقال لي ده هاوصفه بايه? فوصفت ان هي سارقة. جالي الحمد لله سؤال ان هو مريض تخدير ده ساخدره ايه? جالي مريض عنده دوخة وعرقان. المريض عمل تحاليل وظهر عنده انه عنده لاو بلد شجر. هياخد ايه? جوز ولا بتري ولا فات ولا فروض? طبعا اخترت جوز. بس هو بقى مش جاي بلك هنا هايبو جليسيميا ولا اي حاجة. وقال لك لا عنده لاو في البلد شجر. فهتنختار الجوز ان شاء الله. طبعا جالي السؤال الشهير بتاع اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. اللي هو مريض اللي وزنه زاد. فاعمل انكل ريس سايز كاف. وجالي السؤال الديبر. الام اللي بتغير الطفلين. وجالي واضح كده وصريح والله يا جماعة. اه اه ترانسيميشون البكتيريا. جالي في البرتينة اللهم ملكها الحمد. بس اه. جالي السؤال بيقول لي مريد قلب. وعمل تحليل كلسترول. وكلسترول الطبيعي خمسة واحد. وهو عنده خمسة واربعة. قل اللي اللي انا هقولها للبيشانت. كان جايب لي. مور ايت فروت اند فيجيتابولز ولا هبدل الفيجيتابولز بالميت ولا هخلي ياخد مور من الجوز ولا مور اه كولسترول. فانا اخترت ان انا هدي له مور ايت فروت اند فيجيتابولز. كان جايلي بقى سؤال عن الكولستومي بقى كامل متكامل. بس كان جايلي هل حاولي سؤال تلات اسئلة. كان جايلي بيقول لي الكولستومي دي بغيرها كل قد ايه? كان جايب لي من تلاتة لخمسة وكان جايب لي افطر ميل وكان جايب لي الويك وكان جايب لي في السؤال ده برضو تاني وكان في اجابة اللي هي الروتيت اللي هو بتاع اللي احنا عارفينه كلنا بتاع الانجودش. كان جايب لي سؤال تشك البيج كل قد ايه بتاع الكولستومي كان جايب لي من اثنين لاربع ساعات افطر ميل ولا افري شفت ولا افري داي ولا من خمسة لسبعة ايام فان اخترت الهي من اثنين لاربع ساعات افطر ميل. وكان جايب لي سؤال كده بيقول لي ها وميني تيبس طز قيود كان باس هاف قيود قيود او اللي هي كيو يو اي دي للكان واحد ولا اتنين ولا اربعة ولا تاته انا اخترتها اللي هي اربعة كان جايب لي اه من من اللي هو عنده ان هو يبقى معرض للسقوط اه فاخترت كان مكتوب في الاجابات بصراحة دل circumstance بانا فاكرها اللي ان окlangترتها مزارزة انتهو اللي هو مريض عنده ضعف في السوايل بسو بقى كان يجايب لي مرتين في البرت الاول والبرت قتاني هو الله يا جماعة كان جايبلى الاختصار كده بنقصين السي اس اي اف عادي خالص اه سيبروس باينا ال فلاود ده كان يجايب لي كان يجايب لي فاول بارت ان انا اه بس ده اللي انا اخترتها كان جايبلي 3 اختيارات اللي هو طبعا دي الصح ولا لاترال طبعا اخترت اللي هي في الثاني بورد بقى كان جايب لي ان انا هبقى في فليكس هاتني رقبتي لتحت عالشست كده في القبر الجسم العلوي والفوق وكان جايب لي برضو لاترال وكان جايب لي صو lettuce كان جايب لي مريضة یہ دي المرضى مين؟ كان جايب لي dementيا ولا دي هيرينجعم موازو ياختي grab لبلد من المرضى تسألت المرضى للمرضى التطبيق هتساعد المرضى انه ياخسل سلانه هاو اوفن كامر كان جايب لي وانا داي ولا انزا مورننج في الصباح ات افطر ميل وبعد كل افطر اتش ميل ولا كان جايب لي سري طايم ات لست سري اور فطرع بصراحة دي لقيتها غلط فخترت اللي هي ان مورننج في الصباح ات افطر اتش ميل وبعد كل واجبة طبعا جاب لي السؤالين اللي كلنا طبعا بالأيوم في كل امتحان الحمد لله ان انا هكتب ايه على عينة اليورين اللي هو الديت والطايم وجالي اللي هو هكتب عليه اللي هي الابيرنس والاموينت والكولر وجالي بصراحة اسئلة تاني كتير غريبة ان شاء الله باذن الله هافتكرها واقولها لكم كلها باذن الله باذن الله هافتكرها والله وهقولها بس دي الحاجات اللي انا افتكرتها وقلتها عشان كل عمال يستعجلني على على الفيوسات ويا رب ان شاء الله بالنجاح للجميع والحمد لله الحمد لله ان انا نجحت وجالي برضي السؤال اللي هو في ورق ميز دعاء بتاع المريد بيسألني وانا برد علي بالسؤال فده هيبقى ايه هيبقى كوتشن ده كمان جيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر